جوا يا رميم وربي كريم أدريح اللي مات فيه كفايا غيوم وهقدر أقوم لو طالت ليالية لو فقدت شغفك للسعي بسبب محاولات ما لقيتش النتيجة من وراها أو شفت ناس ما بتتعبش لكن الدنيا ماشية معاهم أو شفت ناس ما عندهاش قيم وبسبب فقدانها للقيم برضو عمالين يحصلوا مصالح ومنافع بسبب أنهما باعوا قيمهم فحسيت أنها مش مستهلة وفقدت شغفك وطاقتك للسعي أنت مسؤول دلوقتي لسه الحياة قدامك كبيرة مسؤول ترمم هذا الرميم اللي أنت فقده مهدوم وهو شغفك وطاقتك ورغبتك في السعي علشان تعمل كده هقولك الأول على فكرة الفكرة دي قدر اللي ربنا بيقدره الله بيقدر سعيك وعايز أفكرك بحاجة أنت عرفها بس تاهت مع الزعل اللي جواك نجيين هنا الدنيا عشان ربنا مش حد تاني وربنا اللي إحنا جيين علشانه قال لنا لعبادة السعي وليست النتيجة والحساب على السعي وليس تحقيق الآمال والنتائج ولو خدت لقطة من حياة أي نبي في بداية دعوته ممكن تشوف بتقييمك أنت سعي بلا نتيجة طب أقولك على حاجة في أنبياء هتاخذ آخر لقطة في حياته ممكن بتقييمك تلاقي سعي والنبي دس بالدنيا بلا نتيجة قال صلى الله عليه وسلم ويأتي النبي ومعه الرهط عدد من الناس ويأتي النبي ومعه الرجلين ويأتي النبي ومعه رجل ويأتي النبي وليس معه أحد قعد يدعو الناس إلى الله سنين عمره محدش أسلم النبي قال كده عليه الصلاة والسلام وده نبي يعني عمل كل اللي مطلوب منه لأنه بيتحرك بوحي من ربنا قدر سعيك وإن شاء الله لأننا وإنت غلابة ما نستحملش كده ربنا هيكرمك على سعيك لأنه وعد بس استنى شوية لما سيدنا موسى قابل ربنا في أول مرة قال له يا موسى إنني أنا الله الذي لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها عن السير وعن الساعة فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى فما تمشيش وراء الأفكار بتاعت ما حصلش نتيجة يبقى ما فيش أمل في الساعي قدر اللي ربنا بيقدره وهقولك على حاجة تعرفها كويس أفكرك بيها قال صلى الله عليه وسلم هو بيقدس في قلبنا فكرة العمل والساعي قال إذا قامت القيامة وفي يدي أحدكم فسيلة نبتة بتاعت نخلة محتاجة شهور عشان تنبت إذا قامت الساعة وفي يدي أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرزها فليغرزها يلا بسم الله بسم الله اغرز لأنه منتها تتحاسم على ده مش عن نخلة اللي كبرت وطرحت وناس أكرت منها فقدر اللي ربنا بيقدره حاجة تانية أقولك عليها ما تستصغرش الخطوات ابدأ بخطوات صغيرة وشوف مدد ربنا هيبعمل إزاي كان سيدنا أبو سليمان الداراني ودول كانوا عباد كان يقول ليست العبادة أن تصف قدميك وغيرك يتعب لك مش العبادة أنك تبقى عابد وبتصلي وبتقيم الليل واحد بيشتغل بيصرف عليك ولكن العبادة أن تحرز رغيفك أولا ثم تتعبد يلا بسم الله خطوات صغيرة عشان لؤمة العيش خطوات قال فيها صلى الله عليه وآله وسلم عشان تعيد بناء شغفك للسعي قال لي أن يأخذ أحدكم أحبوله على ظهره يحتطب خير له من أن يمد يده للناس أعطوه أو منعوه إنك تشتغل شغلانة بسيطة بخطوات بسيطة جدا ترمم بيها شغفك المفقود بس تنزل من بيتك تسعة كان زمان بسيط قوي الشغلان أن أنا حط الحبل وأروح للغابة أكسر في شوية والمهم في الحبل كده وارجع أبيع الحطب للناس اللي عايزة تولع النار مش صيد ولا حرب لا دي حاجة بسيطة جدا اعمل كده النبي قال لك تعمل كده عليه الصلاة والسلام وخطوة بمدد ربنا ورا خطوة ربنا يفتح عليك ويكبر بخطرك قدر اللي ربنا بيقدره السعي وابدأ بخطوات صغيرة أنت كده بتعيد بناء شغفك المفقود للسعي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر